أحالت لجنة فتح المظارف بمحافظة شبوى في اجتماعها برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة عبد الرب هشلة العطاءات المقدمة لتنفيذ مشروع مدرسة تعين بام عبد بمديرية رضوم والمكونة من تسعة فصول دراسية مع الملحقات إلى اللجنة المختصة لتحليلها وذلك عاقب عملية الفتح العلني لمظارف المناقصة وتسجيل الملاحظات عليها بحضور ممثلي الجهات المتقدمة لتنفيذها وإعلان مقرر للجنة أحمد الشامي التكلفة التقديرية للمشروع بكل شفافية ووضوح وخلال الاجتماع الذي حضره مدير التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش ومديرية رضوم هادي الخرمة والجه الأمين العام لجنة أو وجه لجنة التحليل بسرعة دراسة العطاءات المقدمة وإبداء الرأي لإقرار الأفضل منها